طيب الوصفة الاولية هي الوصفة المشهورة جدا والمتعارف عليها جدا لعلاج الدوالي ربع كوباية جنزبيل بنغليني مدة ربع ساعة وبعدين بنصفيه بعد ما بنصفيه بنحط عليه خل تفاح وبنحط عليه جنزبيل مع لقتين جنزبيل ومع لقتين خل تفاح والشفان بعد ما غلناه وصفناه بناخد الوصفة دي وبعدين نحطها على الاماكن اللي فيها الدوالي بتقعد على المنطقة دي من 10 دقايق 15 دقيقة 3 ساعة بالكتير بنعملها مرة صبح مرة بالليل كل يوم بنشطفها بماية فترة وبعد ما بنشطفها بماية فترة بنلبس الشراب ده ده اسمه شراب الدوالي بيجاب او بنشتريه من الصيدلية بنلبسه طول ما احنا قاعدين في البيت هذا الاختراع لازم يتلبس لان الاختراع ده بيساعد ان الدوالي تروح وتتلاشى تماما وارجوكم نستشير طبيب انا بقول في الفقرة دي اول مرة في وصفة اقول نستشير طبيب لازم نستشير طبيب واحنا بنعمل الكلام ده طيب تاني وصفة لو ما عندناش شوفان وما عندناش جنزبيل يبقى خل التفاح مرة الصبح مرة بالليل وعايز اقولكو انه لو هنقول مثلا انه لو هنفتعد ان هي دي حتة فيها الدوالي فانا بدلك الحتة وانا صباعي عليها كده مش بعملها كده وخلاص كده يعني بعودة استرس عليها يبقى ده خل التفاح لو احنا ما عندناش الوصفة دي بس ارجوكم هاته الوصفة دي الشوفان بيتجاب من السوبرماركت وخل التفاح من السوبرماركت والجنزبيل من عطار دول الترث حاجة ارجوكم هاته الوصفة دي لان حقيقي الوصفة دي هي اللي بتساعد انه الدوالي تروح تماما ما عندناش معرفناش هنجيب خل التفاح معرفناش هنجيب زيت زاتون هنعمل نفس الشيء زي خالي التفاح هندلك المنطقة اللي فيها الدوائل لمدة عشر دقايق طيب وبرده مرة صبح ومرة بالليل آخر وصفة معاه بقدونس بقدونس احنا بنغليه وبعدين بنسيب زي ما احنا عملنا كده بنسيبه يبرد وبعدين بنجيب المياه بتاعته ونحطه على الدوالي عشر دقايق ربع ساعة صبح عشر دقايق ربع ساعة بالليل يوميا نشطفه بمياه دافية اي وصفة من الوصفات الاربع دول بعد ما بنخلص بنشتري ده من الصيدلية ونلبسه اهو اول لما نصحى من النوم على قد ما تقدري وانسي قاعدة في البيت تكوني لبساة المفروض انه يعني الكلام ده مع الطبيب المفروض انه بعد عشرين لخمشة وعشرين يوم بكتير الدوالي ان شاء الله هتروح